مساء الخير عاملين ايه? اتمنى اكون لك خير. توقعات برج الجدي اول اسبوع من شهر اكتوبر الفين اتنين وعشرين. هتكلم عن الجانب المهني والجانب العطيفي عزاب ومتزاوجين ومرتبطين. وكمان الجانب المالي والجانب الاسري والجانب التعليمي لطلاب موليب برج الجدي. هبدأ بالجانب المهني ويلا بينا. الجانب المهني مكتوب كده يجب ان يكون لك مخططات بديلة لتحقيق اهدافك. يعني يكون فيه خطط بديلة لتحقيق اهدافك لو الدنيا تعرقلت معك. طبعا كلام ليك وليك يعني. بمعنى اوضح عارف انت لما يتقالك ايه بلان بي. طب نشوف بلان بي اللي هو الخطة التانية يعني. بلان بي انت المفروض تشوف كذا طريق ليه اهدافك. ما ينفعش تبقى معتمد على طريق واحد. ليه? الطريق الواحد ده اللي انت هرايحه. زي ما انت كده بتروح شغلك. ممكن تلاقي طريق زحمة فتروح من طريق تاني. كذلك الاهداف في حياتك. لازم يكون عندك طرق بديلة توصل بيها الاهدافك. مش طرق بديلة بس انت كمان يفضل انك تبقى عارف كويس كذا طريق توصل بيه الاهدافك. كل ده هيفيدك وهيفيدك في انك تحقق اهدافك. حاجة تانية كمان قريطة لمولي برج الجدي وهي ان انتوا محتاجين الاسبوع ده تقربوا من الناس اللي دايما بتنصحك وتدعمك والاكتر منكو خبرة. انا مقتنع عقلانيا بالكلام ده. فعلا الناس اللي بتدعمنا ولو في دول موجودين فدول نعمة كبيرة في حياتك وفي حياتك وحافظ عليهم اوي. لان الناس دي لو لقد الله خسرتها انش هتعوضها. فلو هم موجودين اصلا يعني هم نادرين في حياتنا. فا يعني ده كان الملخص يعني المفيد للجانب المهني ويا رب يوفق الجميع ويديكم الحكمة دايما. تخش بقى عالجانب العاطفي ونبدأ بالعزاب. عزاب برج الجدي فرص الارتباط اه في اسبوع اول اسبوع من شهر اكتوبر هاتكون موجودة. فرص مش كبيرة ولكن المكتوب متوسطة. ولكن في نصيحة يجب عدم التصرع في قرار الارتباط. خلي بالكو. اه عايز اقول حاجة سريع انا هحاول اقصر يعني الفيديو. ولكن انا ما شفتش حد تصرع في قرار الارتباط. نجاح. او عشان اكون صريح اكتر وضقيق اكتر. النجاح كالنسبة ضعيفة قوي ما تتعداش مثلا خمسة في المية. تمام? القرار الارتباط مش قرار سهل. ما ينفعش اه انا بعاني من الوحدة او الانطباء او محتاج حد يشاركني في حياتي او بالليل ببقى قاعد متضايق ان كل حد بيكلم اللي مرتبط بيه وانا لا 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 لا. الكلام ده ما ينفعش خالص. الارتباط عايز حكمة وعقل علشان يتبني صح. وعشان حتى لو ما تبناش صح. عشان ما تدخلش مع الناس الغلط في حتة. ممكن مثلا انت تدخلي مع شخص هوائي. بيتسلى. بسبب تسرعك. وتبي اسف. فريسة لي. وانت كزلك ممكن فيه بنات بتتسلى جدا. الفترة دي كمان يعني معروف ان فيه بنات كتير بتحب التسالي. بتضيع وقت من الاخر. او عندها فراغ. ولكن انت بالنسبة له مش الحب الحقيقي. عشان ما تدخلش في الحتة دي. وانبقى النهاية مقساوية بقى وعيدني لك جرحي انا والحاجات دي. فخلي بالكو. ا اه يا رب يبعت لكل ولد وبنت الشخص المناسبة دي اهم حاجة. خش بقى على المتزوجين والمرتبطين. المتزوجين والمرتبطين. قريت حاجة جامدة قوي وبيقول لك اني انصد جيدا ما يقوله حبيبك او زوجك. اه لازم تسمعوا لازواقكم او المرتبطين بيهم. لاني مكتوب في امور غمضة هو هيكون عايز يبقى او عايزي ولا. طبعا الكلام برضو ممكن يبقى العكس صحيح زوجة. تسمع لها. ولكن هو محدد حبيبك. وزوجك. لازم تسمعي له. اه 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 عايز اقول ان انتي لما تسمعي لزوجك. الموضوع ده كمان بيقرب وبيقول علاقة. بيقول عشرة اللي ما بينكم. لو مش انتي اللي هتسمعي. او مال مين اللي هسمعه? وكذلك انت لو انت مش هتسمعها. طب مين اللي هسمعها يعني? على عموم اسمعها انت احسن محاماتك يا لتسمعها. فاخد بالك فاهميني طبعا. فا اه يعني لازم تسمعه البعض علشان ده من الحاجات اللي بتهون ضغوط الحياة. ولو فيه امور غمضة فانت عمرك ما هتاخدي بالك منها لو هو عايز يوضحها من غير ما تسمعيها. بس ويا رب يكمل المرتبطين على خير. وكمان يهدي سر كل بيت. خشي بقى على الجانب المالي. الجانب المالي. الاسبوع الاول من اكتوبر طبعا انتوا عارفين ان بس احابب برضو اوضح واقول ملحوظة ان دي توقعات يعني محدش يقدر يضمنها. الغيب محدش يقدر يعرفه غير ربنا وبس. ولكن احنا بندردش ونستفيد من النصيح والفتفضة. وكمان بنتفاقي. تمام? طيب نخش بقى الجانب اكمل بقى موضوع الجانب المالي. اه الامور اول اسبوع من شهر اكتوبر مستقرة ماديا. وكمان اه الاساسيات يعني لحد ما هتكون على قد الاساسيات. ولكن حزاري من مصاريف الرفاهية. مكتوب كده حزاري من مصاريف الرفاهية خصوصا من نصف اسبوع اول اسبوع من شهر اكتوبر. تمام? احنا يعني دي كده فتفضة معاك وكلام عقلاني بالعقل يعني. احنا في ظروف مش حملة اي مصاريف رفاهية. بصراحة. ده حقيق يعني. فنخلي بالنا كده. ونحمد ربنا ان احنا بنكمل اساسياتنا وبنلم اساسياتنا. واحتياجاتنا المهمة. وبلاش مصاريف رفاهية. مش قادر تمنحها خالص. قللها بقى اكبر قدر وقلليها بقى اكبر قدر ممكن. بالنسبة بقى لاصحاب المشاريع واصحاب الاعمال الحرة. برضو اسبوع مناسب جدا للارباح. ولكن الارباح مش هكون بزيادة. هكون زيادة نسبيا. يعني النسبيا دي يعني اللي هي مش بنسبة كبيرة. ولكن يعني مستقر الامور للمشاريع من لحية المالية. ويا رب يرزق الجميع. خش بقى على الجانب العائلي. الجانب العائلي. تجمعات اسرية اول اسبوع من شهر اكتوبر. ولكن في حاجة مهمة. هو تقبل الرأي الاخر. يعني لازم تتقبل الرأي الاخر. لان ده هيخلي عدم يكون مفيش اي خلافات. لتجنب الخلافات. تقبل مكتوب كده. تقبل الرأي الاخر لتجنب الخلافات. فدايما نحترم الرأي الاخر. خصوصا كبار السن. والراعي سنهم. يعني ليهم خبرتهم. وليهم فكرهم. وعدوا بحاجات كثير. يا ريت ناخد بالنا من الحتة دي كويس. وليهم كل احترامه وتأدير. يا رب يكمل لكل بيت. ويكمل لكل عيلة. على محبة وسعادة. دايما نتجمعه. وفرح وبهجة. خش بقى على الجانب التعليمي. طلاب برج الجدي. طلاب برج الجدي. اول اسبوع من شهر اكتوبر. اسبوع يتطلب التركيز. وكمان بداية المجهود. او بداية مجهود. يعني اسبوع نحتاج ان انتو تبتدوا تركزوا فيه. وتاخدوا المواطيع بقى بجد شوية. وكمان هتبتدوا بقى الجهد بقى. هتبتدوا تشتغلوا بقى في الدراسة. يعني هتبتدوا تذكروا بجد بتعب يعني. بس ويا رب النجاح دايما وشدوا حلكو كده يعني. علشان تقدروا توصلوا لان انتو عايزينه من تقدير او درجات. يا رب يا رب النجاح للطلاب دايما والتوفيق. ودي كانت توقع برج الجدي الاول اسبوع من شهر اكتوبر الفين اتنين وعشرين. انا كمان بعمل لو انت اول مرة شوفوني. بعمل فيديوهات. اه معلومات عامة. تقدروا تاخدوا فكرة. لينك الفيديوهات لاسيوا في الوصف في الديسكريبشن تحق. شوفوا الفيديوهات كده. اتمنى انها تعجبكم. شكرا اوليكو. مع السلامة.